سلام شباب اليوم رح نرجع نذكركم ونحكي لكم عن الطريقة الممكن تأخذ فيها نسخة ويندوز تني برو أصلية لجهازك وضل عندك مدى الحياة بما أنك تستخدم هذا الجهاز طبعا في كثير من المواقع بتقدم لك مفاتيح ترخيص ويندوز ووفيس وغيره منها المضمون ومنها غير المضمون وغير المجرد فأنا رح أحكي لكم عن الموقع كان عنه كثير مجرب موقع فياي بي سي دي كي دي لز موقع عبارة عن مجر إلكتروني يقدم مفاتيح ترخيص ويندوز ومايكروسوفت أوفيس وانتي فيروس والعاب وغيره إذا فرضنا أنه بدك مفتاح ترخيص ويندوز لجهازك رح تيجي على صندوق البحث تبحث عن ويندوز تين برو رح تشوف عندك كثير من الخيارات اختار نسخة الأو اي ام وممكن حدا يسألني شو المقصود بالأو اي ام هذا شي حكيناه في فيديو قديم شوفوه من الآي وفي صندوق الوصف رح تستفيده كثير هذا الكود إذا أخذته على جهازك بيظل على جهازك مدى الحياة وما بيتغير حتى بعد الفورمات بيظل موجود على جهازك ما رح تواجه معه أي مشاكل تكبس على ويندوز تين برو او اي ام بهذا الشكل رح تفتح لك صفحة الشراء الآن لازم يكون في عندك حساب أو اكاونت على الموقع تعمل اكاونت لجراءات كثير سهلة مش معقدة بعد ما تعمل اكاونت تخل على هاي الصفحة تكبس على باي نو الآن أكيد رح تستخدم كود الخصم إذا رح تركلكم إياه في صندوق الوصف M2T لتأخذ لوندوز بالسعر أقل من السعر المعروف هذا كود الخصم خاص في القناة ولاحظوا السعر قبل وبعد استخدام الكود المهم الآن اكبس على Submit Order والمتابعة بعملية الشراء الآن بتختار طريقة الدفع أو وسيلة الدفع اللي انت بتحب تدفع من خلالها ولكن الباي بال مثلا بتكبس على باي بال لاحظوا أنه إذا اخترت الباي بال ما في عليها رسوم ثاني فأنا بنصح أن تستخدم باي بال لكي تجنب موضوع رسوم الفيزا إذا رح تستخدم فيزا فاستخدم باي بال وكبس على Pay Now تمشي بإجراءات الدفع إجراءات سهلة دقيقتين لثلاث دقائق بيكون الكود متوفر الآن في صفحتك رح على User Center في هذا المكان وهذه هي نسخة لوندوز التي اشتريناها تكبس على View Key Code الآن تنزلها تحت رح تشوف كود التفعيل تأخذه Copy وبتروح على Activation Sitting في الكمبيوتر تكبس على Change Product Key تعمل Paste في هذا المكان Next Active الآن صار عندك الوندوز أصلي ومفاعل مدى الحياة لجهازك ممكن حدا يرجع يسألني إذا فرمت الجهاز بروح التفعيل إذا فرمت الجهاز عملت على إزالة نسخة الوندوز فالآن لما أكتبت ويندوز جديد الوضع الطبيعي يطلب منك ترخيص وهل نسخة كاي مرخصة فإنت معك كود التفعيل أصلا تحتفظ فيه بدخله بيتم تفعيله الآن هذا الكود ممكن أنك تشتغله على جهاز ثاني لا ليش لأنه هذا OEM فقط لجهاز واحد يعني إذا غيرت الماذر بورد تبعك وجبت بورد جديد رح تضطر أنك تشتري كود تفعيل جديد لأنه الكود مرتبط في سيريال نمبر اللي موجود على الماذر بورد فهذا هو لجهازك فقط مدى الحياة بمكانك تستخدمه حتى بعد الفورمات بدون أي مشاكل وكذلك أمر نسخ مايكروسوفت أوفيس بمكانك تشوفها وتشوف سعرها إذا أنت مهتم تشتريها جميع الروابط رح تلاقيها في صندوق الوصف لايك للفيديو إذا حبيتوه شكرا للمشاهدة في أمام الله